بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نور المعلومية أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة حلقة جديدة سوف تحدث فيها عن كيف تقوم بتغيير البار الخاصة بالإشعارات التي تأتيك من هنا في الأعلام من هاتف إلى آخر يوجد الكثير من الهواتف التي تكون عليها بأشكال مختلفة والإنسان يحب أن يجرب أشياء تكون مختلفة على هاتف الأندويل أولا قبل أبدأ في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نور المعلومية لا تنسى الاشتراك بها وتفعيل معها خاصية تجارة الرماد ليصلك كل ما هو جديد شيء ثاني جميع روابط التطبيقات تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نور للمعلومية كما أخبرتكم يوجد الكثير من الهواتف التي تكون هذه البار بهذا الشكل وليستطيع أيضا التعديل عليها التي تقوم بتطبيق غير متوفر على جوجل بلاي ويعتبر بنسخة محترفة وانشات حيث سوف تقوم بتحميله وتختار الأشياء التي تكون عليه لو كان هاتفك ديول سيم أو بي شريحاتين سوف يأتيك هذا الخيار تضغط عليه حتى تفعل خيارات ثنائية وأن تعطيه الدخول لإستعمال على هاتفك تضغط عليه من هنا وتبحث على كلمة وانشيت كما تلاحظ عليه هكذا تضغط عليها وتقوم بتفعيلها من هنا بضغط على كلمة اللو أو السمح وبعدها مباشرة ترجع إلى الخلف لتختار الخيار الأخير وأيضا تعطيه نوتيفكات أو الإشعارات من هنا هكذا اللو وبعدها مباشرة بعد الانتهاء منها سوف يأتيك هذه الوجهة تضغط هنا على cancel وهذه الخيارات التي سوف تتحكم فيها للتعديل على البر التي تقوم في الأعلى OFF هكذا غير مفعلة هكذا ON مفعلة وتقوم بالتعديل عليها كما تشاء يعني من الأعلى الآن تصبح تظهر معك مثل ما هي وتأتي إلى هنا إلى الأعدادات التي تكون عليها هنا تختار سيركل الخاص بالعقونات أو Quick Share أو Quick Settings كما تلاحظه إذا أردت تغييرها تضغط عليها من هنا وتختار الشكل الذي يساعدك تجعلها مربع مدائري أشياء كثيرة سوف تلاحظها من هنا وتتحكم فيها مثل ما تريد مثلا نحن سوف نتجربها هكذا لتقوم بسحبها من الأعلى لتلاحظها بذلك الشكل مثلا هنا يأتيك الأعداد التي تكون عليها والنمبر الذي يظهر من هنا أشياء كثيرة سوف تجدها على هكذا الآن سوف نقوم بتجربة اللون مثلا ألوان هنا يخبرك Custom Background Image إذا أردت أن تضع الصور عليها تضغط على Select سوف يأتيك هذه الخيارات تختار من File أو المكان الذي تريد سوف يظهر معك تختار الصورة من الصور التي تكون على هاتفك وتقوم باستعمالها بعد الاختيار الصورة تأتيك بهذا الشكل هنا من أعلى حيث سوف تأتيك معك هنا مع الأعدادات التي عليها وبالإيقونات الجميلة مثل هذه الصورة إذا أردت تعديل أكثر عليها مثلا تأتي إلى Custom Background Image تضغط عليها مرة أخرى تضغط عليه وتبحث على أي صورة تضغط على File الصور الموجودة على هاتفك وتختار أي صورة عليه ويوجد أيضا الألوان التي تكون عليها كما أخبرتكم منذ قليل لتتحكم فيها Background Type يعني كيف يكون لونه Solid Color أو تضع ألوان أخرى مثلا تنزل في الأسفل هنا Background Color تختار أي لون يكون عليه Apply هكذا عند تستعمله سوف تظهر معك الكثير من الإحدادات التي تكون عليها مثلا أنظر معي Color هكذا أنظر معي كيف أصبح الآن لونه وعند سحبه كاملا يظهر هكذا مع التحكم في الإيقونات وأيضا الشيء الجميل الذي عليه يكون عليه السرعة في الإيقونات أنظر معي جيدا ما ينتضغط على أي إيقون يقوم بالتعامل معه وبطريقة سريعة جدا أحبابي في الأحل نفس الميزة التي تكون عليه في التعديل عليه هذا بالنسبة إلى الألوان تأتي إلى أشياء أخرى تجدها على هذا التطبيق من هنا مثلا تقوم بسحبه ليعطيك أشياء أخرى يعني كم يوجد الصيز الخاص به المقاصات كل هات سوف تجدها عليه من هنا بدون أي تقييد وبدون أي إعلانات لأنه كما أخبرتكم هو بصيغة المحترفة أنظر معي جيدا ويأتيك يوار برو يعني هو بصيغة المدفوعة وليست المجانية تتمنى منكم أن تقوموا بتحميله أسفل هذا الفيديو وتقوموا بتجربته لو نعجبكم لا تنسى ونصلنا حتى تعمل فائدة وكما أخبركم دائما لو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نور المعنمية لا تنسى الاشتراك بها وتفعيل مع خاصية الجرام الرمادي ليسلك كل ما هو جديد لو أطل عليكم أكثر من هذا أستوديكم في الهدلات هذا الوداء وسوف نلتقي بحلقات قادمة إن شاء الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مع السلامة ترجمة نانسي قنقر